المتغير المرة الماضية حكينا عن الشغل اللي بتعمل عنا قوة ثابتة لكن اليوم نحكي عن الشغل اللي بتعمل عنا قوة متغيرة شوف عليه نحن بنعرف ان القانون الشغل هو W هو عبار عن F دي في كوسين فيتا لكن هذا القانون ما بقدر تستعمله إلا إذا كانت القوة ثابتة ليش يعني قوة ثابتة؟ قوة ثابتة يعني قوة ما بتغير مقدارها مع مقدار الإزاحة يعني إذا انت مثلا واقف مكانك قاعد تمشي بعديها حس انت نتج عندك إزاحة صح؟ لما يكون في عندك إزاحة حسن في عندك قوة جاذبية بعمرك ما حسيت أن الجاذبية تقاعدت تسحبك أكثر أو تفلتك فجأة طغرت فجأة انزلت فجأة لزقوجك في الأرض ما عمره صار أي إشي زيكي فإيش البصير عندنا؟ هاي القوة بنحتبرها قوة ثابتة لكن القوة المتغيرة هي قوة بتغير مقدارها كلما تغيرت الإزاحة كيف يعني؟ يعني لما تروع على الجيم أو في البيت في عندك هذا النابض الزنبرك فبعكية إذا انت مسكت الزنبرك وفتحته راح يصير النابض عندك الزنبرك كلما تشده أكثر كلما ستجد أنه في قوة أكثر بدا تترجعه كلما فتحته تحس أنه صار أصعب الموضوع عنك فتح أكثر فمقدار القوة قاعد بزيد عندك وبيختلف مع مقدار الإزاحة فأمثل على قوة متغيرة زي قوة اللازمة لشد نابض والقوة المرونية كمان في النابض فهاي القوة هو متغيرة مش قوة ثابتة أنا كيف أحسب الشغل عنها؟ شو كيف تحسب الشغل؟ الشغل اللي بتحسبه منها هو عبارة عن المساحة المحصورة بين المنحنة اللي بدك ترسمه والمحور X بين المنحنة اللي رح نرسمه اللي هو بيمثلك القيم بيانيا مع المحور X طبعا المحور X إيش رح يكون في عليه؟ المحور X رح يمثلك إزاحة شو ما رح يمثل المحور X؟ يمثلك إزاحة والمحور Y رح يمثلي قوة يعني تجي على رسم بياني زي هيك هنا المحور X وهذا المحور Y الخط كثير رفيع تمام؟ هذا المحور X وهذا المحور Y فبيحكي لك أن عندك المحور X مقدار هذا رح يعبر لك عن إزاحة بس المحور Y رح يعبر لي عن قوة فأنا أبي جيس مثلا قاعدت أرسم الجسم بأثر عليه قوة فازدادت القوة مع الإزاحة وتغيرها وعدين قلت وعدين أبصر شو صار فيها يعني صار عندك قيم مختلفة ومتغيرة فاجت رسمتها زي هيك مثلا تمام؟ حكيت رسم بياني طلع معي زي هيك فإيش هو الشغل؟ الشغل هو عبارة عن المساحة المحصورة عندك هنا شايفين هاي؟ المساحة البين المنحنة اللي أنا رسمته والمحور X اللي مثل إزاحة هاي المساحة هي اللي رح تعبر لي عن مين؟ عن مقدار الشغل طيب إيش الأشكال اللي رح نتعامل معها؟ فيه طبعا عندك كثير أشكال ممكن مربع مثلث أكثر من شكل المعين المستطيل للمربع أشكال عديدة لكن أنا بدي إياك تتعامل بشغلة اللي هي تبتردون دائما عندنا إحنا شكلين يا مربع ومستطيل مربع ومستطيل قيم المساحة بتاعته شو هو؟ المساحة؟ لا المربع ومستطيل هو عبارة عن طول ضرب العرض طول ضرب العرض طول ضرب العرض يعني مثلا هاك هي كان أو كان هيك بذكية مربع ومستطيل في الجهتين فلو تحسب مساحة هو عبارة عن طول في العرض طيب المثلث إيش المثلث؟ المثلث رح يعبد قانونه هو عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع فنصف القاعدة في الارتفاع شو رح يعبر لك؟ رح يعبر لك عن مساحة هذا المستطيل أو مربع تمام؟ هذا القانون مساحة المثلث طيب عندي مساحة المثلث يعرفنا شو قانونه ومساحة المربع ومستطيل يعرفنا شو قانونه بس هذا إيش كيف بدنا نتعامل معه شوف علي لو كان عندك رسم بياني زي هيك نغير اللون اختار هيك خلي خليها بيض يضي تحكي هاي المحور اكس مثلا وهي المحور واي هذا المثل لإزاحة وهذا المثل لقوة وحكيت انو رسم البياني طلع معاك مثلا بهذا الشكل فانت حكيت لك حسيب فانا عجيت حكيت لك حسيب للشغل شو بتجي تحكي؟ بتجي تحكي هذا الشكل قلت لك هاي المثلث وهو في هون عندي المثلث لكن انا حكيت لك بديك تحسب لي الشغل فلقنا تحسب مثلا تكسب هاذا من النص تحسب لي مساحة المثلث slee persons مساحة المثلث هذا. عندكم مثلت تكسبل لمسون مستخدامه أحد المثلث .如果你 أنر أريد أن تستمر Lux ہے بالأشكال يajunction حسب مقدار لشغول. عبارة عن مقدار المساحة الموجودة عندي. الشغل عبارة عن egy المساحة اللي هي a area. Area يعني مساحة. فالشغل راح يكون عبارة عن المساحة اللي موجودة عندي. هيك نحن عرفنا كيف بدنا نعرف مقدار الشغل طيب نجي ناخد حالات بس لا الرسم بياني أو أكم إشي بيجي فيه فكرة وخلينا نحل السؤال بعدين نجي